ترأس وزير الخارجية سامح شكري وجازي بوريل للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الدورة العاشرة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضمنت أعمال الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من شكري و بوريل أكدت عمق وخصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي فضلا عن تسليط الضوء على المبادرة الأوروبية لرفع مستوى العلاقات مع مصر وتضمنت أعمال المجلس التوقيع على اتفاق إطاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يماهد الطريق لانضمام مصر لعدد أكبر من البرامج الأوروبية الفنية في مجالات التعليم والبحث العلمي